اشتركوا في القناة للجان التشريعية المسؤولة عن متابعة حقوق المرأة وأوجه تكافؤ الفرص في السياسات والتشريعات كما قام وفد مملكة البحرين ببيان ما تقوم به السلطة التشريعية على صعيد التوازن بين الجنسين وكيفية استثمار وتوظيف الأدوات التشريعية لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في برامج العمل والموازنة العامة للدولة وذلك في إطار النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وفي هذا الصدد عرض الجانب البحريني التقدم المحرز في مجال سد الفجوة بين الإجور بين الجنسين ودعم مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني وقد أكد الجانبان على أهمية استمرار تبادل الخبرات النوعية في هذا المجال بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر